منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى مساء يوم أمس سقطت سبع قذائف من الجانب السوري على لواء رمثة في محافظة إربد أسفرت عن أضرار مادية دون وقوع أي خسائر في الأرواح متابع أكثر في هذا التقرير دوي الانفجارات ومشاهد الدخان المتصاعد من الأبنية في مختلف مناطق الداخل السوري المحاذي لحدوده مع لواء رمثة أصبح أمرا اعتياديا بالنسبة لأبناء اللواء إلا أن تداعيات هذه الأزمة التي تعيشها مختلف المناطق السورية أخذت بالتفاقم لتهدد حياة أبناء الرمثة مؤخرا فمع ساعات ظهر يوم أمس سقطت ثلاث قذائف مصدرها الجانب السوري على لواء الرمثة إثنتان منها داخل حديقة منزل والثالثة في قطعة أرض خالية قرب مدرية الزراعة في اللواء وذلك بحسب ما قاله شهود عيان ربنا لطف إنه ما كانش حدا موجود بالغرفة اللي سقطت فيها والرمثة تتعرض لهجبة من هاي القذائف العشوائية اللي بتسقط علينا صار فيه دمار مش قليل من ناحية الناحية المادية وكمان البيوت اللي الضررت قبل يومين ثلاثة يعني كمان فيه إشي إحنا ملموس والشعب كمان إلا أربع خمس سنين من هاي الحرب قاعدين بالشغل يعني وضعنا للاقتصادي أسوأ من السيء الرمثة كانت قد شهدت منذ مطلع الأسبوع الجاري سقوط أربع قذائف على منازل وأراض خالية دون تسجيل أي إصابات إلا أنها ألحقت أضرارا مادية بأصحاب تلك المنازل والأراضي لترتفع حصيلة تلك القذائف من الجانب السوري على اللواء مع هذه الأخيرة إلى سبع قذائف فيما يعيش اللواء وأبناؤه حالة من الرعب نتيجة لتلك الأحداث التي تؤرق صغيرهم قبل الكبير شكرا